ما فيش داع الجلد الزيت هو أخلي بالك يعني مش جلدي الزيت هو طبعا كلنا فخورين جدا جدا بالمنطقة وكلنا شفنا قد إيه الأداء الرجولي أمام بطل العالم اللي ممكن مزع عنا شوية أن الموضوع كان قريب قوي مننا وأن دايما عندنا شوية أن الديتيلز الصغيرة أو الأخطاء اللي احنا فاكرين أنها أخطاء صغيرة ممكن تكلفنا إنجاز كبير جدا كنا قريبين منه ده اللي مزع للواحد قال أكيد الخطأ مش يعني مش مقصود لكن الحاجات دي تخلي بالك هي اللي بتفرق شوية الفرق العالمية للتوب تيمز عن مش هقول المستوى التاني لكن على الفريق اللي يكون إمكانياته كبيرة جدا وإمكانياتنا ظهرت أن احنا الفرقات مش كبيرة أو ما بيننا وما بين الفريق الدنمارك رغم أنه هو بطل العالم لكن في نفس الوقت كنا زعلانين اللي يحكوا قريبين والأخطاء الصغيرة دي أو الديتيلز الصغيرة هي اللي بتفرق كتير جدا لكن على نفس المنهج اللي بنتكلم عليه أنت عندك منتخب متوسط عمره صغير جدا منتخب عنده عدد كبير من المحترفين فإن شاء الله بإذن الله ده بيدينا أمل أن بطولة كاس العالم الجاية أو الأولمبيات اللي جاية إن شاء الله هنكون منافسين بيها مش بقى تمثيل مشرف لأ لا إحنا نبطل بقى كلمة تمثيل مشرف ديت لأن العملية شكلها ما بقاش حلو إحنا قادرين ولما بنلاقي نفسنا قادرين لازم نبدي الثقة لنفسنا ولازم نؤمن يا جماعة حتة أن أنت تؤمن أنك تقدر تكسب بطل عالم لأنك لما بتلاقي نفسك في الملعب قريب فخلاص أنت إيمانك ده وتخلي بالك الإيمان بالمكسب هو البيت دي الخطوة العشرة في المية الأخيرة أو الخمسة في المية الأخيرة